بسم الله الرحمن الرحيم الله يعطيكم العافية طلابنا وصلنا للمبادرة العاشرة والأخيرة في مادة اللغة العربية المشتركة اللي هي مادة المهارات طبعا الدرس بعنوان اللغة العربية في ماضيها وحاضرها والقواعد زي ما تعودنا من الوحدة الأولى للوحدة الأخيرة اللي هي العاشرة اللغة العربية في ماضيها وحاضرها رح تكون قواعدها الممدود والمقصور والمنقوص قاعدة نوعا ما بسيطة بإذن رب العالمين مقدور عليها ما نطول أكثر في الكلام ونبدأ بالحل مباشرة البيت الذي يعتب فيه الشاعر علي الجارم على أبناء العربية الذين خذلوها طبعا زي ما أنتم عارفين احنا منجي بعض الأسئلة على أنمات وزارية واليوم أغلب الأسئلة عن أنمات وزارية وبعض الأسئلة من عندي وهي اليوم الأقل طبعا هذا فيما يخص النصوص بينما الفقرة اللي بنشتغل عليها على القواعد رح تكون خارجية ومن عندي أنا طيب عندي بيت يعتب فيه الشاعر نزبط القلم البيت الذي يعتب فيه الشاعر علي الجارم اللي هو مؤلف القصيدة أو الشاعر اللي ألف قصيدة اللغة العربية في ماضيها وحاضرها اسمه علي الجارم بيعتب على أبناء اللغة العربية الذين أخذلوها طبعا فيه عندي مجموعة من الأبيات بيعتب فيها الشاعر على أبناء العربية أو اللغة العربية الذين أخذلوها وأحد الأبيات ورد ضمن الأبيات الأربعة اللي أمامنا اللي هو البيت أطار نومك أحداث وجمت لها أكيد ما إنه دخل فيه ما فيه إيتاب وسنا بأخبيات الصحراء برضو ما فيها إيتاب لكن الشاعر بيعتب إنه إحنا كعرب منذهب للألفاظ الأعجمية الأجنبية ومنستعيرها علما إنه بدائل عن هاي اللفظة بدل البديل بدائل لأنه فهون الشاعر يوجه عتب على أبناء اللغة العربية الذين خذلوها البيت الذي عمد فيه الشاعر علي الجارم إلى التجريد وإنتوا عارفين في أول بيت في القصيدة يعمد الشاعر للتجريد وعرفنا التجريد انتزاع شخص آخر من نفسه يناجيه إلى آخره اللي هو البيت الأول في القصيدة السؤال سهل جدا ماذا طحى بك يا صناجة الأدبي الغرض البلاغي الذي خرج إليه الاستفهام طبعا انتوا عارفين أنه المعاني البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام أو الأمر حسب ورودها في النصوص يعني بدك تحفظها حفظ كما هي وهون البيت اللي هو ماذا طحى بك يا صناجة الأدبي بيسأل نفسه هون طبعا بيسأل نفسه من باب التعجب يعني المفروض كطلاب تكونوا حافظين هاي المعلومات البسيطة معنى كلمة أخبية المخطوط تحتها في البيت الشعري وسنى بأخبية الصحراء يوقضها طبعا أخبية اللي مفردها خباء وتأني الخيمة أو الخيام بشكل عام فالإجابة ألف هي الإجابة الصحيحة بتعرف أستاذ دايما التعامل مع الأبيات هسا دراسة الأبيات أصعب من دراسة النصوص العادية المقالات لكن التعامل معها في أسلة الامتحان بيكون أسرع ليش أستاذ؟ لأن الأسئلة عادة على البيت بتكون أسئلة مباشرة بإذن رب العالمين أنك ما بتتخربط فيها المخاطب في بيت علي الجارم ماذا طحى بك يا صناجة الأدبي أنا لو محلك ما بتطلع على الخيارات بتذكر مين كان يخاطب؟ كان يخاطب نفسه بذلك بتدور على الخيارات الآن الشاعر نفسه لأن الخيارات أنت بتصير تذكر بالأسماء اللي وردت في هذا البيت الأعشى ميمون ابن قيس القارض الأنزي ذكر فيه خلينا نحكي في بيت ثاني رئيس مجمع اللغة العربية يعني كان الخطاب لك كل الأعضاء لكن في البيت الأول يخاطب الشاعر نفسه طيب أستاذ وصلنا للسؤال السادس الغرض البلاغي برضو كما يعني من الأسئلة اللي تكرر الغرض البلاغي الذي خرج إليه الاستفهام في قول الشاعر أنترك العربية سمح منطقه إلى دخيل من الألفاظ المغتربي طبعا هون الشاعر ينكر على أبناء العربية استعمالهم كلمات غير الكلمات العربية أوكي وهاي وباي وإلى آخره فهون بما أنه بينكر عليهم فالمعنى يفيد الإنكار الطالب اللي مش فاهمها فيهم بإمكانه يحفظ أن هذا البيت الاستفهام فيه يفيد الإنكار البيت الشعري من قصيرة اللغة العربية الذي يشير فيه الشاعر إلى أن من يعيب اللغة العربية اليوم هو الجاهل الضعيف في عربيته التي لا يعرف ألفاظها طبعا من خلال قراءتك للأبيات رح تتذكر وحدك أن الشاعر ذكر أثناء الشرح اللي أنت دارسه أنه في بيت من الأبيات حكى أنه أي شخص يعيب اللغة العربية هو فعليا ما بيعيبها إلا لأنه ضعيف فيها فهون البيت اللي هو كان أذرى ببنتي قريشا ثم حاربها أهانا اللغة العربية وحاربها من لا يفرق بين النبعي والغربي معنى البيت كامل اللي ما بقدر يفرق بين معاني ألفاظها دلالة ما تحته خط في البيت الشعري أزهى من الأمل البسامي موقعها الآن الأمل البسامي يقول لك ما دلالتها أو كناية عن إيش كناية أو دلالة على أثر اللغة العربية في النفوس البيت الشعري الذي يفتخر فيه الشاعر علي الجارم باللغة العربية طبعا أول عشر أو واحد عشر بيت كان يفتخر باللغة العربية لكن بدنا نقطة معينة إحنا هون ننتبه أستاذ يفتخر باللغة العربية وما تتميز به من قدرة على التأثير بسبب حسن أصواتها وألفاظها وملاءمة معانيها للتعبير عن الفرح والحذن حتى رمتها الليالي في فرائدها ما في أي فخر يا شيخة الضادي والذكرى مخلدة هنا بيفتخر بعلماء اللغة العربية هنا تخطون مجدا ما جرى قلم برضو بيفتخر بعلماء اللغة العربية صف البيت الأخير اللي هو الإجابة دال الياروبية اللغة العربية أندا ما بعثت به أجمل ما بعثت به شجوا يعني هي أكثر لغة تستطيع من خلالها التعبير عن ما في داخلك سواء حزن أو سعادة فهون الإجابة دال هي الإجابة الصحيحة السؤال العاشر البيت الشعري الذي ورد فيه طباق كلمة وعكسها الطباق طبعا نيجي هون في البيت الأول وزنة بمعنى نائمة يوقظها يستيقظ كلمة وعكسها هي الطباق والسؤال الحادي عشر البيت الشعري الذي برزت فيه الطبيعة أطار نومك أحداث وجمت لها فبت تنفق بين الهم والوصبي البيت الثاني فازت بركل شديد غير منصدع من البيان وحبل غير مضطربي بمنطق هاشمية الوشية لو نسجت منه الأصائل لم تنصل ولم تغيبي أنا أترك العربية سمح منطقه إلى دخيله من الألفاظ المغتربي نرجع للسؤال بده توظيف الطبيعة طبعا عندي كلمة الأصائل هي خلينا نحكي فيها عنصر من عناصر الطبيعة فالإجابة جيم هي الإجابة الصحيحة الآن ننتقل من السؤال أو الأسئلة على النصوص زي ما حكينا يا طلاب الدورة التكميلية عادة رح يجي لك الامتحان ضع دائرة على النصوص وبعد هيك فقرة واستخراج وأسئلة ثانية غير الاستخراج الفقرة رح تكون خارجية على القواعد نبدأ الآن أسلم عمر بن الخطاب وعمره 27 سنة وقد عمل على تقديم خدمة عظيمة بإسلامه فقد قوي الإسلام بمجيئه واشتد عضضه طبعا هون السنة بنا نحط عليها تنوين كسر وبعد شوي هايها بين قسين نحكي عليها سؤال ننتبه أستاذ شو السؤال الممكن يجي عليها وما عرف عنه أن توانى في رفع مظلمة عن مظلوم أو دفع كسار عن مكروب فلله درك يا ابن الخطاب ما أقوى إيمانك الآن نكمل بالله بقية الفقرة لوجه ربك كان المسعى والعطاء عندك غيره مقترن بشرط فسبحان الهادي الذي أرشدك الطريقة بعد غلظة قلبك استخرج من النص كالعادي زي ما حكينا بيطلب مني اسم فاعل غير ثلاثي غير ثلاثي ميم مضمومة كسر ما قبل الآخر لو تدور عليها أستاذ كسبا للوقت طبعا دور على أي كلمة تبدأ بميم الميم رح تكون مضمومة هو الحرف قبل الأخير مكسور عندي كلمة مقترن وبما إنه يا أستاذ آخر مبادرة لإلنا التفكير دائما مفتاح الحل أهم من الحل يعني الإشي اللي أنت بتدور عليه تكون عارف الشكل اللي بتدور عليه أسهل ما تقول تدور بكل الفقرة على كلمة حسب معنى معين رح توقع ساعتها طيب اسم مفعول ثلاثي على وزن مفعول وحكينا طبعا عن الشواد طبعا اللي موجودات الآن بالفقرة اللي هي الأسئلة المباشرة خلينا نحكي على وزن مفعول مباشرة وورد عندي إسمي أو إسماء مفعول الأولى مظلوم والثانية اللي هي كلمة مكروب أستاذ نكتب الثنتين يفضل دائما أستاذ تكتب إجابة واحدة ما تكتب إجابتين حتى لو كنت متأكد من الثنتين فهون اسم المفعول اللي هي كلمة مكروب طبعا ومظلوم أنا تجاوزا رح أكتب الإجابتين المصدر الميمي اللي على وزن مفعول أو مفعول ممكن بزيادة تاء مربوطة مفعلة طبعا شرط إنه ما يدلش لا على زمان ولا على مكان وورد عندي أكثر من مصدر ميمي منهم مثلا كلمة مجيء اتصلت بضمير طيب أستاذ اللي أنا هم اتصلة بضمير متخربطين مش عارفين نستخرجها في غيرها بالصورة أوضح كلمة مظلمة برضو مصدر ميمي فأي إجابة من الثنتين تعتبر الإجابة صحيحة اللي هي مظلمة أو الكلمة الثانية زي ما قلنا مجيء طالب مني مصدر خماسي يقوم بعملية الكذا شرط لما أحولها لفعل ماضي ستطلع عندي خمس أحرف يقوم بعملية الخطاب يقوم بعملية العملاء يقوم بعملية التقديم تقديم ماشي زابطة من الفعل الماضي الثلاثي أو الرباعي قدم عفوا طلعت معي مع الشد حرف هون مصدر رباعي أنا بدي أيكون خماسي عندي كلمة عظيمة يعني مش جايبها بالمطلوبات عظيم على وزن فعيل وصفة مشبهة مش شرط يسألك عن كل المطلوبات الموجودة بالفقرة وشفتوا هذا الكلام في عينكم في امتحانكم الوزاري لكن أنت يفضل هيك أي كلمة بتكون قاعد بتحل فيها اعرف معناها الصرفي حتى تدرب نفسك أكثر وأكثر لقدام بإذن ربنا يقوم بعملية الإسلام من الماضي أسلم على المسودة أسلم أربع حروف إذن مصدر رباعي وهذه كلمة هنا مصدر رباعي فقد قوي الإسلام بمجيئه واشتد عضده وما عرف عنه أنت وانا في رفع مظلمة عن مظلوم أو دفع انكسار قام بعملية الإنكسار وفي عندي عملية الدفع الدفع من الماضي دفعه مصدر ثلاثي يقوم بعملية الإنكسار من الماضي انكسره حرف اثنين ثلاث وستين أربع وراء خمسة إذن انكسار مصدر خماسي نتابع أستاذنا هاي الفقرة كمان مرة ونبدأ بصفحة نضيفة من أول على مطلبات تانية طالب مني مصدر رباعي كنا حلين فوق اثنين نيجي نرجع نشوفهم ايش الاثنين نحلناهم طلع عندي كلمة تقديم وكلمة إسلام اكتب أي إجابة من الإجابتين صحيحة وهاي كلمة إسلام كلمة معتمدة أو إجابة معتمدة جملة تعجب السماعي زي ما احنا عارفين عندي جمل التعجب السماعي كلمات حفظ أستاذ ما في داعي أنك تفهمها أو تقيس عليها سبحان الله ما شاء الله تبارك الله لله يدره كذا بعض الجمل للتعجب السماعي استخدمت طبعا عندي إجابتين برضو هون التعجب السماعي الأولى اللي هي لله يدرك يا ابن الخطاب حاب تكتبها لعندي يا ابن الخطاب أنا قابل الإجابة إذن لله يدرك يا ابن الخطاب والثانية اللي هي موجودة سبحان الهادي الذي أرشدك أنا قلتلك سبحان الله ماشي هي الإجابة الصحيحة بإمكاني أشيء لبض الجلالة وحط كل ما يدل عليه سبحان من سواك من خلقك سبحان الهادي كلها بنفس المعنى يا أستاذ فهون سبحان الهادي تعتبر إجابة صحيحة طالب مني مقصور ومن ومنقوص على قواعد الوحدة طبعا مقصور هو أي اسم ينتهي بألف بشكلها القائمة أو اللينة أي اسم ينتهي بألف القائمة أو اللينة والمقصور هون ندور عليه طبعا فيه طلاب رح يحطوني كلمة توانا توانا أستاذ فعل وإحنا لما كنا نتعامل مع المقصور والممدود والمنقوص هي أسماء وليست أفعال وخطها حلقة بداناك تمام؟ إذن عندي كلمة المسعى تعتبر اسم مقصور ونيجي نوخد عندي ممدود أي اسم ينتهي بألف وهمزة اسم ينتهي بألف وهمزة طبعا غير كلمة الماء الماء لم نعتبرها اسم ممدود لأن الألف فيها أصلية وليست زائدة فهون عندي كلمة العطاء ونوع الهمزة فيها منقلبة لازم تكون عارفين أنواع الهمزات منقلبة عن واو منقلبة عن ياء أو زائدة أو أصلية فهون العطاء ممدود وحكينا اسم منقوص هو الاسم الذي ينتهي بياء أصلية لازمة ما تكونش ضمير الحرف اللي قبلها مكسور زي كلمة الهادي طبعا الياء تحدث بتصير هادن في بعض الأحيان اللي ذكرناها في حالة الرفع والجرشرط أنه يكون غير معرف بأل ولا مضاف هذا الاسم وجايبين عليها خلينا نحكي بالبطاقة عدة أسئلة ومشروحة وأنماط للأسئلة عليها وليش حدفنا الياء وليش ثبتنا الياء ومن ضمن هاي الأسئلة جايينها بعد شوي أعرب ما تحته خط طبعا طالب مني ثلاث كلمات وهاي غافلين عن كلمة ابن هون المنادة منادة منصوب بالفتحة لأنه مضاف لكن حلينا أسئل كثير على المنادة نيجي على كلمة ابن كونت ذاكرينكم أنه كلمة ابن أو بنت إذا جاءت بين على مين تعرب بدل والبدل من التوابع يأخذ علامة إعراب المبدل منه وعادة بيكون حطي لي علامة إعرابية إما على البدل أو على المبدل فهون كلمة ابن بدأ تكون بدل وبما أنه المبدل منه مرفوع معناها بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة نوخة كلمة توانا اللي هي فعل مضارع زي ما أنتم لاحظين معتل الآخر مسبوق بأداة نصب اللي هو بتصير أن المصدرية حرف مصدري ونصب الفعل اللي بعديها المضارع بدأ يكون فعل مضارع منصوب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة لكن لأنه معتل الآخر بالألف نحكي له المقدرة ومنكمل الإعراب لأنه الفاعل مش ما تكون بالجملة منقول له والفاعل ضمير مستتر تقديره هو تمام أستاذ عندي كلمة إيمانك مع الكاف طالبها كاملة هاي ما أقوى إيمانك بما أنه قبليها اللي هو فعل التعجب أقوى منيج عليها ومنعربها فعل أو عفوا إيمانك الجملة من أولها بدأت تكون فعل فالإيمان هم بدأت تكون مفعول به منصوب به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف ومنيجي منكمل يا أستاذ اللي هو الكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة أو في محل جر مضاف إليك هاي كيفية التعامل مع الإعراب طبعا الإعراب أنا متجايب ومن المريخ أستاذ هو كله من ضمن الدروس اللي أخذناها سابقا وعادة هيك بيجي الإعراب نأخذ بعض الأسئلة غير اللي هو الاستخراج والإعراب التطبيق على الفقرة نيجي على الفقرة نمسح الموجود فيها حتى نعرف كيفية التعامل معها ما تغبش علينا كافي هيك نرجع نشوف لنا سؤال من هالأسئلة حول العدد الوارد في النص إلى حروف مع الضبط التام الآن بتيجي أول خطوة يا أستاذ أنت بدك تعرب العدد بدك تعرب العدد تشوف شو موقعه من الإعراب حتى أنك تعرف تكتبها عشرون ولا عشرين تمام أستاذ ألفاظ العقود زي ما أنتو عارفين تكتب حسب موقعها الإعرابي عندي الآن بدأت الجملة من هون عمره اللي هي اسم في بداية الجملة بدأنا جملة جديدة اللي هي مبتدأ حكينا اهدف العدد خد إعراب اللي بعده رح يطلع معك خبر انقل إعراب الخبر للعدد تمام أستاذ فهون العدد صار عندي خبر الخبر دائما مرفوع وعلامة رفعه يتضم لكن لأنه بدأ عامله أنه جمع مذكر سالم فهون بدأتكون الواو فمنيجي منحكي و عشرون طيب نرجع للجزء الأول من العدد اللي هو الرقم سبعة السبعة بدأتخالف كلمة السنة السنة مؤنت معناها السبعة بدأتكتب مذكر سبع من غير تاء مربوطة وبما أنه العدد كلياته مرفوع منيجي بنحكي له سبع وعشرون سنة طيب طالب مني السؤال الثاني عندي المصدر المؤول أن توانا موجود بالنص زي ما أنتم شايفين المصدر المؤول اللي هو عبارة عن أن المصدرية زائد الفعل اللي بعديها طالب منك أنك تحوله إلى مصدر صريح طالب منك تحول المصدر المؤول أنت وانا اللي وارد في النص إلى مصدر صريح ونقوله يقوم بعملية التواني وهاي الشدة تبع تقالي الشمسية اللي مش راح يحاسبك عليها طيب صوب الخطأ الوارد في كلمة السنة زي ما أنتم شايفين اللي قبل شوي حطينا عليها تنوين كسر الواردة بين قوسين في النص طبعا كنا كاتبينها بتنوين الكسر عشان الناس اللي بتتصيد بالماء العكر زي ما بحكوها حطيناك إياها بتنوين كسر هون وزي ما قلت لك فيه عليها السؤال أنت عارف أنه الأعداد اللي بين 11 لل 99 إعراب الكلمة اللي بعديها دائما تمييز منصوب علامة النص بتنوين الفتح مش تنوين الكسر وهو كاتب لك ياب تنوين كسر بذلك بتحول تنوين الكسر إلى تنوين فتح أستاذ سنة بدأت سير بكل بساطة إذن بناء على موقعها الإعرابي صوبنا الخطأ وعندي سؤال أو نمط من الأسئلة علل لم تحدف يا أو علل حدفة الياء مرات بيسألك الآن لم تحدف الياء يا إما لأنه معرف بأل يا إما لأنه مضاف فهون إذا ملاحظين من الاسم المنقوص طالب مني طالب مني اسم منقوص معرف بأل بيقول لك ليش ما حدفت الياء من نهايته بتقوله لأنه معرف بأل وإذا لم يكن معرف بأل إحنا بنحكيله لأنه مضاف طبعا في عندي حالة ثالثة اللي هو لما نكون منصوب كل هاي الأنماط مشروحة شرح وافي بإذن رب العالمين على بطاقتنا وليش حدفنا الياء الهمزة في الاسم الممدود شو نوحة وكيفية التعامل معها ومع إعرابها وما تبعتبرها ممنوع من الصرف إلى آخره وما تبعتبرها اسم عادي كثير من أنماط الأسئلة غير اللي تعاملنا معاهم عبر المبادرة اللي استمرت على عشر حلقات واليوم الأخير فيها وبتمنى بإذن رب العالمين أني ما أكون قسرت معاكم وأنه وجهنا لكم رسالة التعامل مع أسئلة اللغة العربية مقدور عليه بإذن ربنا نشوفكم وفالكم النجاح ونشوفكم زي ما حكينا بأعلى المراتب وسامحونا إذا قسرنا في أي موضوع وإلى الله يعطيكم ألف عافية ويوفقكم اشتركوا في القناة